وسط دخان الحرب يشق مجلس السيادة السوداني طريقا سياسية لاطفاء النيران مقترحا وقف القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وبدء العمليات الانسانية واجراء انتخابات ديمقراطية يحدد فيها الشعب السوداني خياراته مقترح يأتي بعد اربعة اشهر على حرب تعثرت كل مسالك حلها سواء تلك التي مرت بمدينة جد السعودية والتي فشلت في احراز التوافق بين طرفين نزاع او تلك التي تمر باديس ابابا من دون حضور الجيش فيها ولكن هذه المرة تمسك قيادة الجيش بالمبادرة فهل سيكون هذا سببا للانفراج؟ الشعب السوداني الصابر ان الوضع يتحطم علينا تشكيل حكومة لتسيير دولاب الدولة للتنفيذ مهمتين اساسيتين اولاهما تقديم الخدمات ويعادة البناء والتعمير ما دمرته الحرب وسانيهما العمل مع القوى السياسية لحيكلة وتأسيس الدولة والتهدير وتهيئة المناخ لظروف القيام وتمر التأسيسي ودستوري يقودنا الى قيام الانتخابات والتبادل السلمي للسلطة اللافت ان اعلان مجلس السيادة يلتقي مع بيان قوى الحرية والتغيير الذي صدر من اجتماع اديس ابابا يطالب بانهاء الحرب عبر حل سياسي سلمي ويؤدي الى اتفاق وطني قائم على المساواة والديمقراطية والسلام والتنمية ولكن السؤال هنا هل هو تكامل مواقف ام تقاذف لكرة النار في ساحة لم تعد تحتمل مزيدا من التحدي والتصعيد تعجز فيها السلطات المحلية والمنظمات الدولية عن احصاء عدد الضحايا من المدنيين واستطاعت تعداد اكثر من مليون سوداني باتوا لاجئين في الدول المجاورة اضافة الى نقص الغذاء وشح المستلزمات الطبية وانقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات فهل تبقى الحرب سيدة الموقف ام تقدم التنازلات لانهائها موسيقى